دشنت مؤسسة جهودة بحملة الرشي الضبابي للقضاء على البعود الناقل للحميات بمنطقة الممدارة بمدية الشيخ عثمان بمحافظة عدن وقال المدير تنفيذي للمؤسسة هاني حيدر أن حملة الرشي الضبابي ستستمر على مدى ثلاثة أيام تشمل الأحياء السكنية بمنطقة الممدارة وتأتي بتنسيق المشترك مع السلطة المحلية بمدية الشيخ عثمان وعدد من الشباب المتطوعين المشاركين في الحملة اشتركوا في القناة